يدخل العدوان على العاصمة الشهر السادس ولا توجد إرهاصات جدية لإيقافه من طرف المجتمع الدولي الذي تدعم دول منه مجرم الحرب حفتر بشكل مباشر وتحاول استغلال الظرف الدولي وتمرير مشاريع استضمت بمقاومة لم تكن متوقعة فأربكت حساباتها ووصل الخلاف بينها حول إمكانية الحسم العسكري إلى مرحلة البحث عن تسويات سياسية لا ملامح لها أو طرح مبادرات وهدن وهمية كان الهدف منها إعطاء الوقت لمعسكر الكرامة لالتقاط الأنفاس كما يرى مراقبون ومع غياب آلية للحلول والمبادرات التي قدمت سابقا للأزمة الليبية يستمر الأداء الباهت لحكومة الوفاق في تضيع فرص إنهاك الجبهة السياسية لمجرم الحرب وتضييق الخناق على داعمه وفي ظل انقسام المجتمع الدولي تجاه الملف الليبي بين التدخل والدعم المباشر لمجرم الحرب حفتر وبين الاكتفاء بانتظار المنتصر يعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية دون أن يتطرق لتسمية الدول التي تذكي الصراع وتقصف العاصمة بطائراتها والتي ندد في وقت سابق مبعوثه غسان سلامة بغياب الحد الأدنى من الوحدة بمجلس الأمن لمعاقبة من يتدخل في ليبيا ومع استمرار الفشل في الحسم العسكري تطفو على السطح مبادرات سياسية تهدف إلى تحقيق ما عجزت عنه مدافع العسكر ويحذر السياسيون من أن تلك المبادرات رغم خطورتها تلقى قبولا لدى فايز السراج ويتهمونه بتجاوز فاتورة الدماء التي أريقت لإنهاء هذا العدوان فما هو مستقبل بلاد لا تأثير لنخابه السياسية في تحديد مصيره وتتربص به دول لا ترى مصالحها إلا مع مجرم الحرب حفتر ترجمة نانسي قنقر